هل تأخير الخشوع في الصلاة في رمضان وبعد رمضان استمر هل هذه علامة رضا نعم؟ نعم هي علامة من علامات القبول وعلامة من علامات التوبة وعلامة من علامات رضا الله عز وجل عن العبد نعم قد يأفلح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشعون بل وقال حذيفة سيأتي على الناس زمان تدخل فيه المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا واحدا وهذا واقع ترى جامعا كبيرا جدا جامعا كبيرا ولا ترى فيه خاشعا واحدا ولا حول ولا قوة إلا بالله حركات تؤدي لكن فين خشوع القلب؟ أين خشوع القلب؟ قد تخشع الجوارح لكن أين خشوع القلب؟ أين بكاء العين؟ أين بكاء القلب؟ أين سماع القلب عن الله جل وعلا؟ أين تأثر القلب بهذا القرآن الذي لو نزل على جبل لتصدع من خشة الله؟ فالخشوع نعمة فأنا أبشر أختي وأمي الفاضلة التي اتصلت بأن الخشوع في رمضان والذي استمر معها بعد رمضان إنما هي علامة من علامات الرضا بإذن الله وعلامة من علامات القبول وعلامة من علامات التوبة قال شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية الله ده كلمة تكتب بماء العيون الخاشعة إذا أشرق القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة وإذا أظلم القلب بظلام المعصية أقبلت سحائب البلاء والشر إليه من كل ناحية فينتقل صاحبه من معصية إلى معصية ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام ويصبح كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام ولا حول ولا قوة إلا بالله